عقد مجلس الشورى جلسته الاعتيادية صباح اليوم برئيسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس وخلال الجلسة وفق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجهال القادمة فيما أجل مناقشة قانون الإسكان إلى الجلسة المقبلة طغت تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على أجواء جلسة مجلس الشورى السادسة فبعد مناقشات مستفيدة وفق المجلس على اعتماد الحساب الختامي لاحتياط الأجهال القادمة لسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2013 بعد تدقيقه من ديوان الرقابة المالية اليوم الحساب الختامي كان يتعلق بـ 2013 وفي نفس الابتدأ تلاحظين أن الملاحظات التي نحن بليناها أخذت في الاعتبار أن ماذا سيكون الحال بالنسبة إلى هذا الاحتياطي المفروض أن يكون احتياطي الأجهال القادمة في السنوات التي نتوقع فيها انخفاض في أسعار براميل النفط نحن أخذنا في الاعتبار أن يستوجب علينا أن احتياطي أجهال النفط لا يقل المردود عن ما كان عليه في خلال السنوات الماضية فعلا أنه كان الإيراد المهم هو ما يتم استقطاعه من بيع النفط الخام فيما يعني يكون أكثر من 40 دولار للبرمين ولكن اليوم في توقعات كثيرة نحن خلال الفترة القادمة سيكون هناك في الخفاض ويمكن لا يكون هناك في موجود أي نوع من الاستقطاع إلى صندوق الأجهال القادمة واستكمالاً للمناقشة حول صندوق الحساب الختامي لاحتياط الأجهال القادمة تطرق الأعضاء أيضاً إلى موضوع صرف المكافآت لأعضاء مجالس الإدارات في الدوائر الحكومية وشركات التي تمتلك الحكومة جزءاً منها ما يحكم هذا الأمر موضوع المكافآت لأعضاء مجالس الإدارات هو القانون وفيما يتعلق بشركات التي تمتلك الحكومة أسهم فيها أيضاً يحكمها القانون وتحكمها الإجراءات الداخلية لهذه الشركات أو الهيئات وأيضاً تحكمها السياسة الحكومية في هذا الجانب مؤخراً الحكومة كان لها قرار بإيقاف المكافآت لأعضاء الذين يمثلون الحكومة في شركات التي تمتلك الحكومة فيها الحصة الأكبر لمدة معينة على حسب القرار الذي صدر من صاحب السؤون الملكي رئيس مجلس الزراء المقر حفظ الله وهو أمر يأتي في سياق إدراك الحكومة لمتطلبات هذه المرحلة من الحد من المصروفات كما ناقش المجلس بشكل مطول التقرير التكملي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس لينتهي الأمر بالموافقة على مشروع القانون وفي السياق ذاته وافق المجلس على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برفض مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون بشأن مدقيقي الحسابات فيما أجل المجلس مناقشة المواد المتبقية من قانون الإسكان والمؤجلة من دور الانعقاد الماضي إلى جلسته القادمة سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحر ترجمة نانسي قنقر